الخبر التالت الأهلي بيشكو رئيس الزمالك وقناة ناديه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه بسبب التصريحات التي تضمنت تحريضاً علنياً ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان وتسخين الأجواء ما بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي وجهزهم الفني قبل وبعد المباراة وحاول رئيس الزمالك في تصريحاته أن يلوح للجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة أن الاتحاد الإفريقي يجامل النادي الأهلي ورفض حضورهم المباراة ويعلم رئيس الزمالك وكل الأندية المشاركة أن الكاف هو من قرر إقامة المباراة المشار إليها بدون جماهير لأن ملعب الجوهر الزرقاء الذي تقام عليه لا تتوافر فيه شروط السلامة التي حددها الاتحاد الإفريقي كما قامت قناة الزمالك ببث الاتهامات والادعاءات الباطلة لبعض وسائل الإعلام والصحف السودانية بحق النادي الأهلي بهدف الإساءة إلى تاريخه وطالب النادي الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللوايح والقوانين بحق المتجاوزين حرصا على وحدة الصف وعدم هدوث فتنة بين الجماهير المصرية طيب خلال التلاتة أربع خمسة أيام اللي فاتوا فيه مشاكل كثيرة جدا تخص نادي الزمالك هل أنا ينفع أطلع أقول أن هناك مشكلة تخص نادي الزمالك في الطائرة مثلا وعندهم مشكلة مع المشرف على كرة الطائرة عندهم مشكلة كبيرة والناس هددت وعملت وبتاع هل ينفع أنا أطلع؟ والكلام ده بقى له يومين تلاتة أنا مالي لكن أنا أنا لا أنظر دائما إلى نادي الزمالك مع أن ده برضو لما أجي أتكلم حتى لو أنا أتكلمت هنا أو في أي حد في قناة الأهلي أتكلم في هذا الأمر فهو شأن داخلي يعني إحنا بنتكلم عن حاجة بيننا وبالنادي الزمالك مثلا ما بسخنش عفوا جمهور نادي بلد أخرى على الزمالك مثلا يعني عمرنا ما بنعمل كده ولا حنعمل كده بالمناسبة ولا بتدخل في شؤون مع أنه خبر موجود في كل الصحف وفي كل المواقع بتقول الخبر بيقول إيه؟ بيقول أن هناك مشكلة كبيرة حدثت ما بين لعبي نادي الطايرة في نادي الزمالك والمشرف العام هناك وهدده وعمله وبتالي أنا مالي لكن أنا أقدر أطلع أقول للخبر ده بالمناسبة لكن ولا أنا أقلته ولا أنا أقلته ولا حد في قناة النادي الأهلي قاله ما حاجة ما تخصنيش طيب في حاجة تانية؟ فيه فيه عقد تم تسريبه للاعب نادي الزمالك الكابتن مصطفى شلبي كنت أقدر أطلع أقولي يا جماعة عقد كابتن مصطفى شلبي وأعرضوا على الشاشة وأوري لحضراتكم وأقول لكم بصوا اللي بيحصل وأجيب لكم كلام كان بيتقال إن قبل كده إن الراجل ده جيب خمسة ستة مليون جنيه بس فقط وإحنا وإمام عشور مشي بكام وده مش عارف مشي بكام لكن أنا مالي ومالي الكلام ده يا جماعة حاجة ما تخصنيش مش هتكلم عنها وأنا باحترم نادي الزمالك بالمناسبة لكن ما يحدث من قناة نادي الزمالك في اللي عملته الحقيقة ده حاجة غريبة جدا 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 ليس لها تفسير يعني متقدرش تقول إن هي مهنية حيادية والله العظيم تلاتة أنا عندي مواضيع وعندي أسرار كتيرة جدا أنت خص نادي الزمالك وغيره أقدر أطلع أتكلم فيها لكن دايما إحنا في قناة النادي الآلي بنحاول على قد ما نقدر نتكلم فقط في قناة النادي الآلي أو في النادي الآلي وفي اللي عندنا في النادي الآلي وكذا 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 بنحاول نحترم جماهيرنا بنحاول إن إحنا نكون يعني مركزين في نفسنا فقط في أخبار نادينا فقط مش بحب أروح لحيدة تانية يعني الخبر بتاع المشرف العام على ألعاب الصلاة في نادي الزمالك ما هو موجود في حيات كل حيات ممكن يكون صح وممكن يكون غلط لكن أنا ممكن أن أناقشه وأجيب الناس تناقشه وأجيب تليفونات تناقشه والكلام ده كله لكن أنا مالي هدخل لنفسي في الكلام ده ليه أن أمو نفستي معاك دايما في الملعب أنا الطائرة يعني بكسبك الحمد لله والشكر الله في السلة الحمد لله والشكر الله في الكورة الحمد لله والشكر الله في بقية الألعاب هجيب لحضراتكم مرة تانية ده إيه فأنا بالنسبة ده فيه فرقة يا جماعة سرحت بسبب إن النادي الآله فاز عليه وما اتكلمتش في هذا الأمر برضه ولا أنا ولا غيري من أصدقائنا أو زملائنا هنا في القناة لإنه إحنا بنحترم جمهور النادي الآله وبنحترم إن أنا قناة النادي الأهلي دي عليها شعار اسم النادي الأهلي أي حد بقى بيشتغل فيها لازم يبقى عارف إن الشعار ده هو اللي بنشتغل تحته فالواحد الحقيقة حاجات غريبة جدا بتحصل وهنا أنا أنا كده كده كنت أحطل على الحقيقة أتكلم في هذا الأمر لأنه لازم المجلس الأعلى للإعلام وطبعا هما دكتور كرم من حقه يختار يشوف اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه لكن أنا بقول رأيي دكتور كرم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلع من فترة وقال حيتابع ويتخذ إجراءات لضبط أداء الإعلام الرياضي يكون له ويكون له مواقف حاسمة إحنا وصلنا لمرحلة أن القنوات بتحرد وبتثير الفتن بكلام كله أكاذيب وافتراءات أنا أول مرة في حياتي أشوف كده حيطلع حد دلوقتي يقول لك إيه اقفلوا قناة الزمالك وقفلوا قناة الأهلي يا جماعة إيه اللي دخل هو أنا عشان أقول إقفل قناة الزمالك يبقى لازم أقول إقفل قناة الأهلي ولا إحنا عايزين نقفل حاجة ولا لأي علاقة أنا عايز الناس تحترم بعضها مش بهذا الشكل هو فيه إيه جماعة مش للدرجات دي اللي يغلط هو اللي يتحاسب عايز أقول لحضراتكم حاجة أنا لو أخطأت حضرتك حاسبني لو غيري أخطأ في قناة الأهلي إحنا عندنا برامج من الساعة 10 الصبح للساعة 11-12 بالليل واحدة بالليل وكلها مزيئين محترمين جد ومزيئات محترمات الحمد لله والشكر لله خلال الفترة السابقة يعني هذه الإدارة موجودة بقالها سنتين تقريباً عمرها ما حصل إن حد جاله كذا ولا كذا عمرها لإحنا ماشيين حاجة واحدة احترام بلدنا واحترام جمهور النادي الأهلي فقط لغير أنا ممكن يكون حد قاعد بيتفرج علي زوج وزوجته وبنته وأمه أسر بتتفرج علي لكن في أي حتة تانية ما اعتقدش إن ده ممكن يحصل هتبقى واخد بالك يعني لو حد قاعد جنبك